بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لأخي الرئيس بدايةً نبارك تسكيتك لراسة هذا المجلس وأيضاً أبارك للأخ الفاضل محمد المطير على انتخابه نائب للرئيس وأشكر بهذه المناسبة جميع الأخوة والأخوات ممن أولاني هذه الثقة أو أشفق علي من هذه الثقة ولكن أواعد الزملاء والزميلات أواعد الشعب الكويتي بأن أظل وفياً لهذا البلد من أي منطلق كان ومن أي موقع كان وإن لم يحالفني الحظ في المشاركة في قيادة هذا المجلس ولكن دوري من هذه القاعة راح يكون هو نفس الدور وبنفس الحماس وبنفس المنطق وبنفس القوة بإذن الله كما أعاد الشعب الكويتي مثلما انتصرنا للدستور وشاركنا بتغيير هذا المشهد السياسي وإرجاع هيبة الدستور والإرادة الشعبية من خلال محاسبة واقعية وعملية لحكومة واستبدالها بحكومة أخرى نتمنى أن يكون العهد الجديد عهد عمل وأداء وتكريس لهذه الأمانة ويكون عهد الإنجاز فكما استخدمنا المسائلة السياسية لإصلاح المسار هاليوم نستخدم التنمية والمشاريع والإنجاز لتحقيق الاستقرار والتنمية وتطور لبلدنا وشعبنا شكرا لكم